ما حكم بيء الحيوان المحنط؟ الكلام في التحنيط كلام طويل وأولاً التحنيط قائم على القتل فهل يجوز قتل هذا الحيوان الذي خنطه؟ والأمر الثاني ما هو نوع هذا الحيوان؟ الحيوانات أشكال كثيرة جداً فبما أنه لا يجوز لك أن تقتله فكيف جاز لك أن تحنطه؟ فإذا وجدت أولاً هذه العقبة الأولى قد يقول قائل وجدنا حلاً وهو أننا وجدناه ميتاً فقمنا فاستخرجنا ما في بطنه وحنطناه هل هذه الصورة أصلاً علمياً لها مكانة؟ نسأل السؤال التالي ما هي الفائدة من تحنيط هذا الحيوان؟ وما هي الفائدة من هذا الحيوان المحنط؟ فقط منظر جمالي هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال هل هي لمقصد تعليمي؟ نعلم الأطفال هذا أسد هذا نمر هذا ما شابه؟ لها وجه الآن رجعنا أنها من مقاصده مثلاً أن يكون هناك تعليم طيب بعد ذلك هل المال المدفوع لهذا التعليم مرتفع جداً بحيث ينعكس على هذا الشاري بتضييع أشياء كثيرة في حق التعليم؟ فإذا قال نعم فنقول لا كف ابتعد قال لا لا يؤثر نقول اشتري فبالتالي هذا الذي يريد أن يبيع نعكس عليه هذه الشروط فيشترط أن لا يكون هذا مما أولاً يجوز قتله أو يجوز الانتفاع به وصور الانتفاع به أما هذا ما نراه في هذا الزمان من قتل النمور والأسود وبعض الحيوانات ثم تحنيطها وجعلها في البيوت لا لشيء إلا من باب المناظر وما شابه وآسف إن قلت لكم أيضاً التفاخر والتعالي على الناس فكل هذا باطل وكل هذا ممنوع فبالتفصيل السابق يتضح أن صورة بيع هذا الحيوان المحنط ضيقة حتى تكون حلالاً